أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ذلمات لا يبصرون سمم بكم العمي فهم لا يرجعون أو قصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيَ خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جِعَلَ لَكُمُ الْأَرَضُ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزُقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبَدْنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّكُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تهتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستهي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاشِقِينَ الَّذِينَ يَوْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدْ مِيثَاقِهِ وَيَقْدَعُونَ مَا أَمَرَضَّوا بِهِ أَنْ يُوْسُلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي يخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحل نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت وزوجك الجنة وكلا منها رخدا حيث شعتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا هبتوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَا بَنِي إِسْرَائِي لَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَوْفَرْهَبُونَ وآمِنُوا بِمَا أَنْزَلَتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهْ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَنِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاتِلِ وَتَكْثُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَكِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ أَتَعْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابِ أَوْفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يذنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني يفضلتكم على العالمين ودكوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأخرقنا آل فرعون وأنتم تنذرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم تنخذتم العجل من بعده ثم تنخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاغتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرضى جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الخمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رخدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نخفر لكم وقلوا حطة نخفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لكومه يفقوا النقرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير إهبتوا مصر فإن لكم ما سألتم ودربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويغتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صانعا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بكوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاشرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهنين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناذرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيد فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بخافل عما تعملون أفط ضمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعدهم إلى بعد قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يذنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قنيلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب شيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بخافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا خلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بخيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بخضب على خضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قلوا فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم وارفعنا فوقكم الدور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بعص ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عنيم بالظالمين ولتجدنهم أهرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسكون أو كلما عادوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياتين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياتين كفروا ويعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أنيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختش برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدن الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأكيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وقالت اليهود ليست النصارا على شيء وقالت النصارا ليست اليهود على شيء وهم يتشلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يعكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أذلم ممن ملع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمخرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عنيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قونهم تشابهد قلوبهم قد بينا الآيات لكوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نشير الذين آتيناهم الكتاب يجلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفوها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهيرا وإسماعيل أن تهيرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربه جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المشير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العنيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا من انسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استوفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بينيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدوا قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونهل له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرك بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العنيم سبخة الله ومن أحسن من الله سبخة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبات كانوا نودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أذلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بخافل عما تعملون تلك أممت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العديل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة